كيف تسمع السؤال باللغة الانجليزية يعني كيف ندير السؤال كيف نطرح السؤال كيف نصير باللغة العربية كيفاش نصيرو السؤال باللغة الإنجليزية إذن أول حاجة نشوفها هي The structure of a question La structure de la question La structure de la question يعني البنية ديال أو التركيبة ديال هاد السؤال إذن السؤال باللغة الإنجليزية كنا نبدأ Question word Question word هي كلمة الاستفهام Question Question word Question word plus auxiliary Auxiliar Plus subject وماشي بالضرور يكون subject يقدر يكون subject pronoun ضمير ديال الفاعل ضمير يعود على الفاعل Plus من ذب فعر رئيسي Plus object أولا باقي ديال الجملة سواء كان ضرف زنان أولا ضرف ما كان أو إلى آخر يعني الباقية ديال الجملة إذن التركيبة كبداية هاده ومدوزون التفاصيل إذن Question words أو la questions words Question words الكلمات كلمة ديال الاستفهام Question words أعني أضر ليه H question يعني What كتعني ماذا Who من Where أين When متى Why لماذا How كيف أو لكم Which كتعني أيه أو لأياته Number two Question phrases إذن كين الأسئلة أعني فيهم جوج ديال الكلمات كتسمة Question phrases Phrases لحق الجوج كلمات How long كم المدة الزمنية How long How often كم عدده المرات How much من اللي كانت تقصيه على الكمية كم كميته How many كم عدد How old كم عمر الآخرة كيكون غالبا فيهم جوج كلمات كتسمة Question phrases Number three عنا auxiliary or helping verbs أفعال مساعدة إذن عنا الفعل B من اللي تصرف B كرجع Is or Have Present or Am Was Where من اللي يكون past Okay عنا Do هذا Do كان فعلا رئيسي Do كان فيها المساعد إذن هذا فهذا الحال مساعد Do باس Did كان في عدية Have Have كرجع Has Have Had Number four عنا modal auxiliary verbs modal auxiliary verbs Can Can Should Will My Could هدو حتى وما كنتستنوا في السؤال شوف عنا أمثلة هنا Can you help me Can you help me هنا في هذه الحالة استعملنا Can Can كنت تحسب auxiliary إذن مباشرة بعد auxiliary كلنا شنو كيجي كيجي Subject Subject You وفعل رئيسي هو help Can you help me هل يمكن أن تساعدني Should I revise this lesson سنين رجع الدرس Will you marry me واش غادي تزوج بيا هل ستتزوج مي Could I ask you مالك استعمل لطف أو لطف كيجي Could I ask you وش ممكن سقسك يعني موح طريقة مزيونة بولايت Where do you leave هذي word question هدا do هنه auxiliar Will you subject plus verb mean verb وهذا الفعل الرئيسي What do you like to eat شنو كايش بك تقول How long have you been كايش بك تسمى How old are you وش حال في عمرك Do you leave in Tangier هل تسكون بطنجة عنا types of questions إذن عنا closed questions start with an auxiliary كيف يبدو كينجوش عنو عديد الكستيون كين closed question وكين open question Closed question كيف يبدو بلوكسيليا وهذا بلوكسيليا غالبا كيتطلب that requires يتطلب No yes question يعني ما تقول Yes I do No I don't Can you help me for one minute وش ممكن تساعدني لواحد دقيقة كيقول Yes I can Do you speak English Yes I do Are you happy Yes I am Do you know me No I don't Are you hungry No I am not إذن هنالا Do you know me هل تسعرفوني No I don't لا ما كان عارفوكش Open questions عنا A question بلوكسيليا هم لكستيون اللي يبدو بكلمة word question or word phrase إذن And they require the whole answer not like yes no question حدوو في هذه الحالكه ماشي No yes question حل ملك يقولو why do you learn English where did you go yesterday what do you want to eat وعنا intonation مالك يقولو كاريم غادر عمله كاريم غادر عمله أدام في الضر هنا نفس الجملة نطق نطق يتبدل الصوت هدو بعض الأسئلة حاولوا وقفوا فيديو وشوفوا ماذا بغيتو وهنا نفس الشي هنا شكرا لكم شكرا لكم